فصاحبنا ده بيقول ايه؟ هي بتقوله ان انا مش بكلمة ولا بحتوية على رغب ان انا بسمعها بالساعة وهوش يضل ان انا مأسرت في شيء الا قليل وهي لها ايجابيات كتيرة جدا كويس بيذكر الحاجات الحلوة اللي فيها بفضل الله ولكن ما يغضبني انها تقرأ روايات كثيرة جدا تسمع مسلسلات وافلان وتنام للظهر غلطانة غلطانة ده دلع فرط انا بقول اوه ده دلع فرط بمعنى زوجك صاحي الصبح عاوز يفطر نزل الشغل محتاج يفطر محتاج يشرب حال اذا ما كانش بيفطر الدولة اندوتشات ياخدها معا وإيه اللي بقى طب هو دي ايه فرق منه من حياة العزوبية وكان قبل الجواز خلاص مع نفسه وبطوله وبعرضه فطر مفطرش فطر على العربية عربية تفول في الشارع اشترس اندوتشات وهو ماشي لكن هو دولة تزوج لازم يحس بفرق لازم يحس بفرق تمام ولكن ما يغضبني انها تقرأ روايات ومتسمع مسلسلات وافلام وتنمل الظهر وتذهب الى بيت ابيها كل يوم بسبب او بدون سبب انت غلطان مع العلم انني نصحتها كثيرا وكلما تغضب تذهب الى بيت ابيها وتجلس هناك بالعشرين يوم والاسبوع وتكرر الموضوع ده اكتر من عشر مرات واحنا متجوزين لنا بنات ثلاث سنين يعني ثلاث سنين وبتروح كل يوم عند اهلك غير مقبول ومعنا الطفلة ودخلت ناس كثيرة وانا لو فيك سر انني ضاق صدري منها ولا اعلم ماذا افعل وفي كلام كثير بس عشان ما اطورش على حياتك ادي حاجة ادي مشكلة بتروح عند مامتها كل يوم بسبب او بدون سبب نقول لها لا هذا غير جائز واذا كان ده مش بيرضي زوجك ولا زوجك راضي عنه ما تعملهوش قال لك هتروحي كل اسبوع مرة اهلا وسهلا والله فيه ظرف طارق وحاجة ضرورية ومامتك عوزاكي اهلا وسهلا لكن كل يوم بسبب او بدون سبب وتعود بالاسبوع او تعود بالعشر تيام لا يليق لا يستقيم خلاص ومن حقه في الحالات دي يقول لك لا انا ما ينفعش كل يوم ده ما ينفعش قد يغار عليك قد يحتاج يحتاجك البيت تحتاجك طفلتك يحتاجك هو لا يرغب في ان تخرج كثيرا من البيت يرى ان تظهر رجولته وتظهر مرؤته وتظهر ويظهر قدره انك بتسمع كلامه ولا مش بتسمع كلامه خلي بالك انا واعوذ بالله من كلمتي انا لما بتكلم في مشكلة انا بتكلم في واقع وانا البرنامج من اول ما بدأت به منذ عام او اكثر من عام مشكلة ايما هقولك قال الله وقال رسول الله لو احنا بنركز على قال الله وقال رسول الله كنا خلصنا من شهر لان الايات معروفة ومحدودة والاحاديث محفوظة ومعروفة ومحدودة لكن احنا اسقاطنا هذه الايات ووقع الاحاديث على الواقع ده هو اللي بخلينا لا كل حاجة لازم نتكلم فيها ونشوف منع الزوجة من زيارة اهلها او منع اهلها انهم يزوروها ونتكلم عن ده بالتفصيل واراء العلماء فيه فاسمعوا وعوا السيدة عائشة في مشكلة الافك بتقول ايه قلت بتقول لسيبنا النبي ائذل لي الى ابوي قالت وانا حينئذ فكلم لما تكلمنا في حلقة سابقة عن التورية وعن الكذب ومتى يجوز الكذب بين الزوجين تكلمنا في ده كان هو ده لان يا عملتنا تورية وانا حينئذ هي قالت ان عايز اروح لمين لا بو يا امي بس هي كتريحة لي قالت وانا حينئذ اريد ان استيقن الخبر من قبلهما يبا هي ما قالتش ان رايحة تستيقن الخبر بس هي رايحة فين ان رايحة عند ابوي ام دي تورية تورية هي فعلا رايحة عند ابوي ام لم تكرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها بس هي رايحة ليه رايحة عشان تستيقن الخبر تقول فأذين لي رسول الله سوء دي تورية